بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سهام ألوالة من معاهد وبرامج تربية الفكرية لمرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس من مادة لغتي للصف الثاني متوسط موضوع الدرس طلابي وطالباتي سوف نتعرف على أسماء الإشارة إشارة الهدف العام لهذا الدرس هو معرفة أسماء الإشارة أما الأهداف الخاصة لهذا الدرس فهي أن يذكر الطالب وطالبة أسماء الإشارة بشكل صحيح أن يصل الطالب وطالبة أسماء الإشارة بمدلولها من الصور بشكل صحيح أن يستخرج الطالب وطالبة أسماء الإشارة بشكل صحيح أن يكتب الطالب وطالبة أسماء الإشارة بشكل صحيح حتى نستفيد سويا من الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها طلابي وطالباتي ونطبقها بإذن الله أولاً أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية ثانياً أقوب بتجهيز جهاز الجوال أو الكمبيوتر استعداداً للدرس بعد ذلك أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز وأتذكر أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق أيضاً من قوانين التعلم عن بعد أجلس جلسة صحيحة استعداداً لحضور هذا الدرس وبعد ذلك أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضاً لا ننسى طلابي وطالباتي أن نستمع جيداً لكلام من لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى أستفيد من هذا الدرس بعد الانتهاء من الدرس ماذا أفعل؟ أقوم بترتيب أدواتي بالحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها الآن سوف نتذكر سوياً ما هي أسماء الإشارة التي تعرفنا عليها في الدروس السابقة تعرفنا سوياً على اسم الإشارة هذا أيضاً تعرفنا على اسم الإشارة هذه واسم الإشارة هذا واسم الإشارة هؤلاء عندما نريد أن نشير إلى الولد الذي أمامنا سوف نقول ماذا؟ هذا ولد أحسنتم أريد منكم الإشارة والإجابة باستخدام اسم الإشارة المناسب أريد أن أشير إلى الولد ماذا أقول؟ أحسنتم هذا ولد عندما أريد أن أشير إلى الولدان سوف أقول ماذا؟ أريد منكم الإجابة أحسنتم هاذان ولدان إذن أريد أن أشير إليهم سوف أقول هاذان ولدان أحسنتم أريد أن أشير إلى البنت سوف أقول ماذا؟ أحسنتم هذه بنت بعد ذلك يوجد لدي مجموعة من الأصدقاء هم مذكر ومؤنث أريد أن أشير إليهم وأقول بأي اسم من أسماء الإشارة سوف أستخدم؟ هؤلاء أحسنتم إذن هؤلاء أصدقاء أو هؤلاء زملاء أسماء الإشارة هذا للمفرد المذكر هذه للمفرد المؤنث هذا للمثنع المذكر وهؤلاء لجمع المذكر والمؤنث الآن ننظر إلى الصور التي أمامنا ونذكر اسم الإشارة المناسب أمامي صورة باب أريد أن أشير إلى الباب سوف أقول ماذا؟ أحسنتم هذا باب اسم الإشارة هنا المستخدم هو هذا لأن باب مفرد مذكر أمامي سيارة عندما أريد أن أشير إلى السيارة سوف أقول ماذا؟ أو أي اسم من أسماء الإشارة سوف أختار أحسنتم هذه سيارة إذن اسم الإشارة المناسب هو هذه أمامي ولدان سوف أشير إليهم أقول أحسنتم هذان ولدان إذن هذان ولدان أيضا أمامي مجموعة من الأصدقاء سوف نشير إليهم باستخدام اسم الإشارة هؤلاء لأنهم جمع مذكر أو مؤنث أستخدم اسم الإشارة هؤلاء الآن ننظر إلى الصور ونختار اسم الإشارة المناسب أمامي مجموعة من الأصدقاء هل أستخدم اسم الإشارة هذه أم هؤلاء؟ هؤلاء أحسنتم سوف نستخدم هؤلاء لماذا؟ لأنهم جمع أحسنتم جمع مؤنث أو مذكر أستخدم مع اسم الإشارة هؤلاء سمكة أستخدم معها اسم الإشارة هذه عندما أريد أن أشير إليها أم هؤلاء؟ أحسنتم سوف أستخدم هذه وأقول هذه سمكة ضابطان أو رجلان أريد أن أشير إليهم أي اسم من أسماء الإشارة سوف أختار هل أستخدم هذا أم هذان؟ أحسنتم سوف نستخدم هذان ونقول هذان رجلان أو هذان ضابطان أمامي مجموعة من الأصدقاء سعيدين نستخدم أي اسم من أسماء الإشارة؟ هل نستخدم هذا أم هؤلاء؟ أحسنتم سوف أستخدم هؤلاء لماذا استخدمت هذا الاسم من أسماء الإشارة؟ لأنهم لأنهم جمع أحسنتم فهم جمع سواء كان جمع مؤنث أو مذكر الآن سوف نقوم بحل التمارين أمامي نشاط ألون أسماء الإشارة في المربعات سوف نقوم بنطق الكلمات أو الأسماء التي موجودة في المربعات أولا هذا ثم في ثم هؤلاء وبعد ذلك هذه وأخيرا لما سوف نقوم بالنظر إلى المربع الأول ونجيب بنعم أو لا هذا هل هو اسم إشارة؟ نعم أم لا أحسنتم نعم إذن هذا نقوم بتلوين اسم الإشارة هذا لأنه اسم من أسماء الإشارة فيه هل هو اسم من أسماء الإشارة نعم أم لا؟ أحسنتم لا ليس اسم من أسماء الإشارة هؤلاء نعم أم لا؟ هل هو اسم من أسماء الإشارة؟ أو لا أحسنتم نعم هؤلاء يشار به إلى الجمع إذن نقوم بتلوين اسم الإشارة هؤلاء تبقى لدينا اسم من أسماء الإشارة وهو ماذا؟ هذه أحسنتم نقوم بتلوين اسم الإشارة هذه أريد منكم اختيار الألوان المفضلة لكم والقيام بحل هذا النشاط والتلوين بداخل المربعات تبقى لدي نشاط رقم أربعة أرسم خطاً أسفل حروف الإشارة في الجمل التالي إذن ما هو المطلوب مني؟ أقوم برسم خط أسفل اسم الإشارة الموجود أمامي في الجمل الجمل رقم واحد هذا عصفور صغير نقوم برسم خط تحت أسفل حروف الإشارة أو أسماء الإشارة هذا هو اسم من أسماء الإشارة جمل رقم اثنان استمعت إلى هذه القصيدة أين هو هنا اسم الإشارة؟ أحسنتم هذه إذن هذه هي اسم من أسماء الإشارة هذان الولدان يلعبان معاً هنا يوجد اسم من أسماء الإشارة ما هو؟ هذان، أحسنتم نقوم برسم خط أسفل اسم الإشارة هذا رقم أربعة هؤلاء المزارعون يزرعون التفاح يوجد هنا اسم من أسماء الإشارة ما هو؟ أحسنتم هو هؤلاء إذن هؤلاء هو اسم من أسماء الإشارة قمنا بحل النشاط رقم أربعة بهذه الطريقة أريد منكم تمييز أسماء الإشارة والقيام بكتابتها نسخة ويبن في دفتر الواجبات يجب علينا مراعاة الآتي عند كتاب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسل اكتسابها وراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم المهارة على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تكرار أسماء الإشارة على الطلاب والطالبات وممارستها في الحياة اليومية وكتابتها كيف أطبق استراتيجية التعميم مع طلاب ذو الإحاقة الفكرية أولاً أقوم بتدريبهم في أماكن مختلفة مع أشخاص مختلفين حتى أحصل على تعميم الاستجابة أوسع التعزيز والثناء عليهم عندما يعممون الاستجابة بعد ذلك التعزيز المتقطع ويحافظ هذا النوع على تعميم الاستجابة في مواقف مختلفة أيضاً نقوم بالتزويد بالأمثلة الكافية أثناء التعليم كلما زادت الأمثلة والأنشطة أصبحت تعميم أوسع التدريب على خيارات أكثر حتى تكون لديهم فرصة لتعميم الاستجابة في مواقف جديدة وأخيراً لا ننسى أنه لن يعمم الاستجابة ما لم يكن هناك ارتباطاً بين ما تعلمه وبئته التوصيات العمل على الإطلاع والمشاهدة على تكرار الدروس من خلال قنوات البث التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة في الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية رابعاً جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع عليهم وإلى ملاحظتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولاً بأول خامساً خلق بيئة منزلية محفز الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات المكافآت المادية والمعنوية سادساً نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية وأخيراً لا ننسى طلع بأطالبات أن لغتنا هي هويتنا شكراً لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الوعدة